إلى الطقس حيث قال الدكتور أحمد عبد العالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة القادمة منذ الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان الكريم حتى الثلاثاء الذي يليه ارتفاعا تدريجيا في دراجات الحرارة كبداية لموجة حرة تكون فيها دراجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل منحوظ يقيم أو بقيم تتراوح ما بين أربعة دراجات إلى سبع دراجات ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات المهارة فيما يعتدل ليلا وضف عبد العالي أنه من المتوقع أيضا أن تتراوح الرتوبة النسبية على شمال البلاد من 80% إلى 95% ما يزيد من الإحساس بشدة الحرارة للطقس فيما تكل الرؤية للنفئة شبورة المائية صباحا على شمال البلاد على أن تكون كثيفة على بعض الطرق مشاهدين الكرام انتهت جولتنا الإخبارية من الحال الآن نلقاكم في رعا